يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الخامسة والعشرون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك تم الحديث في الحلقة الماضية في عنواننا المدينة وأحداثها إنها مرحلة الظهور أولاً مكة وأحداثها ثانياً المدينة وأحداثها ثالثاً العراق وأحداثه فهذا عنواننا في هذه الحلقة وهذا هو الجزء الأول من عنواننا العراق وأحداثه مثلما مر علينا في الحلقات المتقدمة من أن الكلام سيكون إجمالياً لأنني لا أستطيع أن أسلط الضوء على كل التفاصيل الصغيرة وإنما وإنما أعرض بين أيديكم ما يشكل بانوراما بتمام معنى الكلمة للبانوراما إذ أن البانوراما رؤية شاملة لكنها لا تعتني بالتفاصيل الصغيرة وصغيرة جداً على أي حال عنواننا في هذه الحلقة العراق وأحداثه العراق العراق وما أدراك ما العراق إنها المحطة التي تتأجج بنار الفتن في زمان الغيبة وفي زمان الظهور مركز الفتن والبلاية لقطات لقطات ترتبط بهذا العنوان سأبدأ من هذه اللقطة أقرأ عليكم من غيبة النعماني الذي توفي سنة 360 للهجرة وهو من رجال الغيبة الأولى هذه الطبعة طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة في صفحة الرابعة والأربعين بعد المائتين إنه الحديث الثامن والعشرون بسنده بسند النعماني عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه إذا ظهر القائم ظهر براية رسول الله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه الإمام هنا تحدث بالإجمال وضرب أمثلة وإلا فكل شؤون الأنبياء السابقين وكل آثارهم وكتبهم وما يرتبط بمعجزاتهم كل ذلك كل ذلك موجود في المجموعة التي عنوانها موارث النبوة ودلائل الإمام وهي جزء من خزانة كل معصوم من المعصومين صلوات الله عليه فما جاء مذكورا في الرواية هنا إنما هو على سبيل المثال والأنموذج إذا ظهر القائم ظهر براية رسول الله صلى الله عليه وآله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه المراد من حجر موسى الحجر الذي انبجست منه العيون حينما أصاب العطش بني إسرائيل ولجأوا إلى موسى ينادون العطش العطش فضرب الحجر بعصاه فانبجست العيون إذا ظهر القائم ظهر براية رسول الله وخاتم سليمان وحجر موسى وعصاه ثم يأمر مناديه فينادي حينما يريد أن يتحرك إلى العراق بعد أن اكتملت أحداث مكة واكتملت أحداث المدينة ها هو يتوجه إلى العراق إلى عاصمته فعاصمة إمام زماننا العراق ثم يأمر مناديه فينادي ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا الطعام والشراب لهم والعلف لحيواناتهم قطعا هذه الأحاديث تتناسب مع الزمان الذي قيلت فيه في زمان الظهور فإن المفردات ستكون شيئا آخر ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا فيقول أصحابه إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش منطق تفوح منه رائحة عراقية شديدة هذا هذا منطق العراقيين دائما رائحة عراقية تفوح من هذه الكلمات العراقيون يعرفون مقصدي فهذا اللون من الحديث وهذا المذاق مذاق عراقي أصيل هكذا نتحدث نحن في أجواء ثقافتنا العراقية هذا هو منطق هنا نحن نتحدث هكذا في الجد وفي الهزل وما بين الجد والهزل نتحدث هكذا إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش فيسير ويسيرون معه فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلث فيأكلون ويشربون ودوابهم حتى ينزل النجف بضخر الكوفة هذا الكلام العراقي المذاق إن كان قد قيل بلسان القطع أو كان قد قيل بلسان الاحتمال والشك أو كان قد قيل بلسان قريب من المزاح سيترك أثرا هذه الآثار ستظهر بعد ذلك في حركة وسيرة وأفعال ونتائج أعمال الذين يسيرون في ركاب الإمام الذين يسيرون في ركاب الإمام ما هم بمعصومه وما هم بمرتبة واحدة في مستوى عقولهم وفي مستوى قلوبهم وفي مستوى بصائرهم وإيمانهم أقرأ الرواية بنحو سريع ثم يأمر مناديه فينادي ألا لا يحملن رجل منكم طعاما ولا شرابا ولا علفا فيقول أصحابه إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش فيسير ويسيرون معه فأول منزل ينزله يضرب الحجر أول منزل ينزله إنه موضع استراحة بعد أن قطعوا مقدارا مناسبا من الطريق منازل الطريق التي هي مواقع الاستراحة فأول منزل ينزله يضرب الحجر فينبع منه طعام وشراب وعلف فيأكلون ويشربون ودوابهم حتى ينزل النجف بظهر الكوف لماذا حدث مثل هذا القول هذا يعيدنا يعيدنا إلى الحالة البترية التي تهيمن على الشيعة وبنحو أخص تهيمن بنحو قوي على شيعة العراق لأنهم قريبون من المركز البتري لأنهم قريبون من النجف وكربلاء حيث الحوزة الطوسية البترية اللعينة أمير المؤمنين بيّن لنا من أن تيهنا سيكون أضعاف تيهبني إسرائيل وهذه بقايا بقايا من التيه البتري الطوسي اللعين لازالت تأخذ مجالها في بواطن هؤلاء الذين قالوا ما قالوا هذا يعيدنا يعيدنا إلى قرآننا وإلى بني إسرائيل وبينت لكم في الحلقات الماضية من أن المشكلة الرئيسة في تاريخ بني إسرائيل أنهم حاربوا دين الأنبياء والأوصياء واتبعوا دين الأحبار والحاخامات في سورة البقرة في الآية الستين بعد البسملة وما بعدها وإذ استسقى موسى لقومه حينما حينما ضجوا إليه من العطش فطلب من الله أن يخلصهم من هذا العطش وإذ استسقى وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عين قد علم كل أناس مشربهم لأن عدد قبائلهم عدد مجموعاتهم بعدد هذه العيون هذه العيون جاءت مناسبة لعدد الأسباط فكل مجموعة كل قبيلة من قبائلهم اختصت بعين من هذه العيون فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنة عشرة عين قد علم كل أناس كل مجموعة مشربه هناك عين خاصة للمجموعة الأولى وهكذا للثانية إلى سائر المجموعات الأخرى كلوا واشربوا كلوا واشربوا كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولكنهم لا بد أن يفسدوا الفساد الفساد والإفساد جزء مكون في الشخصية الإسرائيلية اليهودية وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد إنهم يعترضون على ذلك الطعام السماوي على المن والسلوى المن حلوى سماوية والسلوى طيور طيور لحمها من أطيب لحوم الطير إنه طائر السمانة السلوى هو طائر السمانة طائر السمانة أو السمانة وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها البقول بأنواعها الخضراوات مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها والقثاء هو الخيار الخيار بأنواعه يقال له القثاء والقثاء وفومها وعدسها وبصلها أما العدس فمعروف لديكم نوع من أنواع الحبوب منه الأحمر ومنه الأخضر ومنه ومنه والبصل معروف الفوم الفوم قد يطلق على الثوم وقد يطلق على مختلف أنواع الحبوب فالحنطة فوم والباقلاء فوم وإن كان الإطلاق قديماً في بلاد الشام على الحمص الذي نحن نتلفظه في أجوائنا الحمص عربياً هكذا يلفظونه الحمص الحمص هو الحمص في بلاد الشام يقولون للذي يبيع الحمص من أنه فامي وإلى زمان ما هو ببعيد كانت هذه التسمية شائعة في بلاد الشام الفامي هو الذي يبيع الفوم وهو الحمص الفوم مختلف أنواع الحبوب ومن أبرزها الحمص من طريف ما يمكنني أن أقوله هل تعلمون أن الفلافلة التي يعرفها المصريون بالطعمية هذا طعام إسرائيلي في أصله من مصادق هذه الآية تعلمون أن أكلة الحمص بطحين هي إسرائيلية في أصلها من تطبيقات هذه الآية هؤلاء رفضوا طيور السمانة وحلوى المن التي هي حلوى سماوية نقية طيبة طاهرة وذهبوا يبحثون عن الفلافل وعن الحمص بطحين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها من الآخر بالتعبير الشعب العراقي هذه مكونات زلاطة وآش زلاطة يعني سلاطة زلاطة وآش هذا هو الذي أراده الإسرائيلي وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير يا عديمي الذوق يا أيها الباحثون عن الغازات النهفخة عن الأطعمة النافخة أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأهيات الله ويقتلون النبيين بغير الحاق هذه نتائج لمقدمات سابقة وهذا الذي قلته من أن الآثار البترية هي التي تدفع هؤلاء أن يقولوا ما يقولوا وهذا هو الذي قلته قبل قليل من أن الآثار البترية هي التي تدفعهم أن يقولوا ما يقولون إنه يريد أن يقتلنا ويقتل دوابنا من الجوع والعطش هذا المنطق من آثار الثقافة البترية التي تهيمن على الواقع الشيعي وهؤلاء يعيشون في الواقع الشيعي إن كانوا في العراق أو في غير العراق فأنصار الإمام يأتون من بلدان مختلفة لكنني كما قلت لكم هذا المذاق في الكلام مذاق عراقي مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية الميت ميتي وأعرفه أنا عرف لهذا الميت الميت ميتي وأعرفه هذه لقطة أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عندها ولقطة أخرى هي في أجواء العراق وفي أحداث العراق وفي الطريق إلى العراق لازلت أقرأ من غيبة النعماني في الصفحة 331 إنه الحديث الثالث عشر بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن صادق العترة صلوات الله عليه إن أصحاب طالوت نعود إلى بني إسرائيل أيضا إن أصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذي قال الله تعالى مثل ما جاء في سورة البقرة إنها الآية التاسعة والأربعون بعد المئتين بعد البسملة فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني من شرب حتى يرتوي من شرب مقدارا كبيرا ومن لم يطعمه فإنه مني الذي لا يذوقه هو مني إلا هناك مساحة مسموحة إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم الروايات تخبرنا بأن عدد الذين لم يذوق الماء ثلاثمائة وثلاثة عشر هذا الرقم له خصوصية أكثرهم شربوا في بعض الأخبار وفي كتب التأريخ من أن عددهم كان يصل إلى السبعين ألف ثلاثمائة وثلاثة عشر لم يذوق الماء وعدد قليل أخذوا غرفة من الماء وأكثرهم شربوا حتى ارتوه فلما فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم إلى آخر ما جاء في قصة طالوت وجيشه وخواص أصحابه أعود إلى الرواية عن صادق العترة صلوات الله عليه إن أصحاب طالوت ابتلوا بالنهر الذي قال الله تعالى سنبتليكم بنهر هذا النص في القرآن هكذا ورد إن الله مبتليكم بنهر فالكلام هنا جاء بالمضمون قد يكون من المعصوم هكذا ورد وهو مستبعد وإن كان في الروايات يوجد كثير من مثل هذا أن الإمام ينقل معنى الآية بحسب سياق الكلام لكن الذي يظهر أن النقل بمضمون الآية هو من الراوي لأن الرواية هكذا قالت الذي قال الله تعالى يفترض أن النص يأتي مثل ما هو في الكتاب الكريم قد يقول قائل قد تكون هذه قراءة عنده عند العترة خيص هذه العملية هذه العملية هي جزاء للذي قالوه هذه العملية ترتبط بالواقعة السابقة حينما قالوا إنه يريد أن يقتلنا ودوابنا جوعا وعطشا هذا الكلام تترتب عليه الآثار نحن هنا نتعامل مع الإمام المعصوم مع الإمام الذي سيملأها قصطا وعدلا المعاملة دقيقة جدا فهذا الامتحان هو صدى للحالة السابقة المتقدمة تحدثوا عن الجوع والعطش هناك فجاء الامتحان بالطريقة نفسها التي تحدث القرآن عنها في واقعة طالوت والنهر الذي ابتلي به جيشه أنا لا أريد أن أقف طويلا كي أحلل الواقعة بكل جزئياتها وتفاصيلها إنما هي لقطات سريعة لكنها تعيدنا إلى الثقافة البترية هذه آثار الثقافة البترية التي لا زالت بقاياها في قلوب أنصار إمام زماننا ولقطة ثالثة إنني أقرأ عليكم من الجزء الثاني من تفسير العياش وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية للعياش المعاصر للكلين وهذه طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في صفحة الثالثة والستين من الحديث المرقم بالرقم التاسع والأربعين الرواية عن إمامنا الجوادي صلوات الله وسلامه عليه وهي رواية طويلة أذهب إلى موطن الحاجة منها حتى إذا بلغ إلى الثعلبية الثعلبية منزل من منازل الطريق بين مكة والعراق الذي يسافر من مكة باتجاه العراق لا بد أن يمر على هذا المنزل إنه منزل الثعلبية وإذا أردنا أن نعود إلى مسيرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه حينما خرج من مكة باتجاه العراق فقد مر في هذا المنزل فهذا منزل من منازل المسيرة الحسينية من مكة إلى العراق فإن الإمام يسير في الطريق نفسه إنه يريد أن يذكر جيشه ويريد أن يذكر الناس من أن مسيره مسير الحسين صلوات الله عليه حتى إذا بلغ إلى الثعلبية بعد أن جرت الأحداث في مكة وقد حدثتكم عن أحداث مكة وكيف أنهم سيغدرون بالإمام ويقتلون عامله التفاصيل التي مرت وأما الفتنة العظيمة في المدينة فقد حدثتكم عنها وسيقتل كثيرون في أجواء تلك الفتنة في مكة والمدينة نحن الآن في الطريق إلى العراق حتى إذا بلغ إلى الثعلبية قام إليه رجل من صلب أبي من صلب أبي أبوه علي بن أبي طالب إنه علوي وليس من صلب أبي المراد من صلب إمامنا الحسن العسكري الإمام الحسن العسكري ليس له من ولد إلا إمام زماننا الحجة بن الحسن من صلب أبيه إنه علوي قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ما خلى صاحب هذا الأمر إنه أقوى الرجال في جيشه أقوى الرجال ببدنه وبقلبه قام إليه رجل من صلب أبيه وهو من أشد الناس ببدنه وأشجعهم بقلبه ما خلى صاحب هذا الأمر فيقول يقول للإمام بوقاحة يا هذا ما تصنع لقد ذبحت كثيرا من الناس ما جرى في مكة وأحداثها وما جرى في المدينة وأحداثها يا هذا ما تصنع فوالله إنك لتجفل الناس إجفال النعم أفبعهد من رسول الله أم بماذا وفقا لأي شرع أنت تفعل هذا فيقول المولى الذي ولي البيعة المولى الذي ولي البيعة هو أقرب الناس منزلة إلى الإمام إنه ناطقه الرسمي إنه مدير أعماله إنه مدير مكتبه يقول ما شئتم من التعابير المعاصرة في حياتنا فيقول المولى الذي ولي البيعة والله والله لتسكنن وفي نسخة لتسكتن أو لأضربن الذي فيه عيناك فيقول له القائم اسكت يا فلان يقول للمولى الذي ولي البيعة اسكت يا فلان وتوجه إلى ذلك العلوي إي والله إن معي عهدا من رسول الله هاتي يا فلان يخاطب مدير أعماله يخاطب المولى الذي ولي البيعة هاتي يا فلان العيبة أو الطيبة وهو تصحيف لا معنى للطيبة العيبة مثل ما نقول الحقيبة هاتي لي يا فلان العيبة أو الزنفليجة وعاء حقيبة خزانة لأجل أن تحفظ فيها الأشياء العزيزة الثمين وثيقة عزيزة من رسول الله فيقول له القائم اسكت يا فلان إي والله إن معي عهدا من رسول الله هاتي لي يا فلان العيبة أو الزنفليجة فيأتيه بها فيقرئه فيقرئه العهد من رسول الله يقرئه الإمام يقرأ نص العهد المحمدي على ذلك الرجل العلوي الذي اعترض على الإمام فيقرئه فيقرئه العهد من رسول الله فماذا يقول ذلك العلوي جعلني الله فداك أعطني رأسك أقبله فيعطيه رأسه فيقبله بين عينيه ثم يقول جعلني الله فداك جدد لنا بيعة البيعة التي كانت في مكة ما معناها ما معناها هذه آثار الدين البتري يا أيها الشيعة يا أيها الشيعة هذه الروايات تتحدث عن وقائع يمكننا 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 وفقا لقانون البداء أن نتجاوز هذه الوقائع بحيث لا تقع إذا ما نظفنا عقولنا وقلوبنا من الثقافة البترية وهذا هو عين التمهيد لإمام زماننا وهذه هي رسالة قناة القمر هذه هي رسالة قناة القمر كيف تستطيعون أن تنظف عقولكم وقلوبكم من الدين البتري ما لم تعرفوا قذاراتي وأوساخي ونجاساتي المراجع البتريين هذه هي رسالة قناة القمر تفهمون أو لا تفهمون لا أعتقد أنكم تفهمون ثم يقول جعلني الله فداق جدد لنا بيعة فيجدد لهم للجميع للجميع فيجدد لهم بيعة أعظم ظلامة أعظم ظلامة لمحمد وآل محمد شيعته شيعته نحن من شيعة حتى حتى الذين الأئمة يمدحونهم المشكلة البترية متعلقة فيهم وهم متعلقون بها فتعالوا كي نتعاون على أن نتجاوز هذه المشكلة حتى لو لم ندرك عصر الظهور فإننا نمحد للجيل القادم من الشيعة الزهرائيين أن نضع بين أيديهم ثقافة زهرائية أصيلة النظيفة عرفتم الآن لماذا هذه الحرقة في حديثي وأنا أحدثكم عرفتم الآن لماذا هذه الحقائق واضحة قبل أكثر من ربع قرن وربما أكثر من ثلاثين سنة ألفت كتابا بهذا الخصوص عنوانه فتن في عصر الظهور الشريف تتناول هذه الموضوعات وإن كان قد مضى عليه زمان برامج برامج اليوم هي الأهم تابعوا برامج اليوم تابعوا برامج قناة القمر كي تستعينوا بها على تنظيف عقولكم وقلوبكم من قذارات ونجاسات مراجع النجف وكربلا وإلا فإن الواقعة القادمة حتى لو وفقنا لنصرة إمام زماننا فإن العثرات أمامنا هذه العثرات واضحة القضية لا تقف عند هذه الصور الملخصة والموجزة التي وضعتها بين أيديكم القضية أكبر من ذلك أكبر بكثير وكثير مر علينا كيف أنهم الحديث عن الثلاث مئة وثلاثة عشر كيف أنهم يفرون من الإمام حينما يبدأ بنبش القبرين هناك رواية واحدة عثرت عليها وما وجدت غيرها من أن الذين يثبتون مع الإمام في فتنة المدينة المدينة اثنى عشر رجلاً من أصحابه الوزير مع البقية الباقية حيث يصل عددهم إلى اثنى عشر رجلاً المدينة المشكلة المشكلة ستبقى موجودة ما زالت آثار الثقافة البترية موجودة في قلوبنا وعقولنا من هنا من هنا فإني ألهج دائماً أحذر نفسي وأحذركم من أوساخ حوزة النجف الطوسية إنها الأوساخ البترية المرجئية النجسة نظفوا عقولكم وقلوبكم منها مشكلة كبيرة بعد مكة وأحداثها بعد المدينة وأحداثها وهاهم يتوجهون إلى العراق فيطلبون من الإمام أن يجدد لهم بيعة إذن ما هي البيعة التي بايعتم إمامكم عليها وبها بين الركن والمقام ثم يقول جعلني الله فداك جدد لنا بيعة فيجدد لهم بيعة نذهب إلى فاصل أكتفي بالذي ذكرته لكم من لقطات ترتبط بحركة الإمام صلوات الله عليه من الحجاز إلى العراق العراق وما أدراك ما العراق مركز البتريين هذا البلد الذي تنتشر فيه الشيعة البترية وهؤلاء هم الذين سيشكلون عائقا من العوائق الكبيرة زمان الغيبة سيشكلون عائقا كبيرا أمام التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم وسيضللون الشيعة في العراق وغير العراق ويدفعونهم لحرب إمام زماننا الواقع الذي نعيشه الآن واقع بتري صرف على مستوى الزعامات وعلى مستوى الأتباع إمامنا الصادق يحدث المفضل ابن عمر عن العراق عن الكوفة ومرت علينا هذه الروايات لذا لن أقرأها بشكل كامل أذهب إلى موضع الحاجة منها ولن أقف عندها طويلا لأنني تحدثت عنها في برامج السابقة إنني أقرأ عليكم من الكاف الشريف من الجزء الأول للكلين المتوفى سنة 328 وهذه طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الثمانين بعد الثلاثمئة إنه الحديث الحادي عشر بسنده بسند الكوليني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يخبر المفضل لأن المفضل كوفي عراقي يخبره عن أحوال الشيعة في العراق متى في زمان الغيبة في زمان الفتنة ولترفعن اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدر أي من أي قال فبكيت فقال ما يبكيك يا أبا عبد الله أبو عبد الله كنية المفضل فقلت جعلت في ذاك كيف لا أبكي وأنت تقول اثنة عشرة راية مشتبهة لا يدر أي من أي هذه رايات شيعية وإلا إذا كانت ما هي بشيعية فإن الإمام لا يتحدث عنها وكذلك فإن المفضل لا يبكي وبعد ذلك يتضح الكلام واضحا من آخر الحديث حين سأل المفضل إمامنا سأل المفضل عن الشمس التي كانت داخلة في مجلسه أبينة هذه فقلت نعم قال أمرنا أبين من هذه الشمس هذه رايات شيعية قادتها شيعة أتباعها شيعة هذه رايات مراجع النجف وكربلاء وما يتفرع عنها من رايات الأحزاب والتنظيمات والمجموعات والميليشيات على اختلاف اتجاهاتها ومشاربها في الجو الشيعي المتدين هؤلاء هم البتريون هؤلاء هم البتريون الذي يكون جزعا من هؤلاء وفي لحظة صادقة يعرف الحقيقة كي يلتحق بدين العترة الطاهرة فإنه سيلتحق بدين العترة الطاهرة وهو مشحون بقذارات هؤلاء بقذارات مراجع النجف وكربلاء بقذارات الأحزاب والتنظيمات والمجموعات والميليشيات الشيعية هؤلاء بتريون بتمام معنى الكلمة لذا فإن الإمام يقول لا يدرى أي من أي لأنهم بتريون لأنهم بتريون الزهرائيون هؤلاء أمرنا أبين من هذه الشمس هناك هناك جهة هناك اتجاه هناك مساحة هناك مجال يشرق في ذلك المجال دين العترة الطاهرة وهو أبين من الشمس أبين من الشمس بدلائله وحججه وبيناته ومصادره وصريح حقائقه هذا هو الواقع الذي تعيشه الشيعة في العراق حتى الذين يسمعون ني الآن ويصدقون كلامي لا يرتبون أثرا ولا يبالون بهذه المخاطر التي يتحدث عنها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ولا ترفعن هنا لام التوكيد وهنا نون التوكيد المثقلة ولا ترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي إمامنا الصادق حين وصف أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الطويلة وصفهم بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون مشبهون مشبهون على أنفسهم وعلى الناس أما حقيقتهم فليست كذلك هؤلاء هم أصحاب هذه الرايات المشتبهة هذه رايات المراجع البتريين اللعناء المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هذا الواقع سيبقى موجودا سيبقى موجودا ولذا فإن شيعة العراق سيقفون في وجه إمام زماننا أفضلهم أفضلهم حالا أفضلهم حالا الذين يكونون متفرجين فقط إنهم النظارة الذين يتفرجون على ما يجري على أرض الواقع هذا هذا أفضل حال لشيعة العراق يذكروني هذا بقول إمامنا السجاد حينما دخلت السبايا الحسينية إلى الكوفة بعد مقتل سيد الشهداء وخرج العراقيون الكوفيون يبكون وجاءوا إلى الإمام السجاد يعرضون نصرتهم عليه فماذا قال لهم إمامنا السجاد قال لهم كونوا لا لنا ولا علينا خلصونا من شروركم كونوا لا لنا ولا علينا هؤلاء هم الذين سيكونون أحسن حالا في شيعة العراق وهم النظارة لا يضحكون عليكم ويقولون هناك أخيار العراق كم عددهم خمسون رجلا كم عددهم خمسون رجلا هم هم الذين نصروا الحسين في كربلا الذين نصروا الحسين عراقيون أيضا والذين قتلوا الحسين عراقيون كم عدد الذين نصروا الحسين من العراقيين عدد قليل كل أنصار الحسين لم يصل عددهم إلى الثمانين دون الثمانين هذه أحاديث العترة وهي واضحة جدا وهذه زياراتهم وهي صريحة جدا تخبرنا بهذه الحقائق عوالم العلوم مع المستدركات العوالم للمحدث عبد الله البحراني والمستدركات لمؤسسة الإمام المهدي هذا هو الجزء الثالث من عوالم إمامنا المهدي صلوات الله عليه وطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قموا المقدسة صفحة ثلاثمية واسبعة عشر رقم الحديث مية وستة وتسعين خطبة من خطب أمير المؤمنين في الكوفة وهو يحذرنا من الدجالين من ولد فاطمة وإياكم وإياكم والدجالين من ولد فاطمة إنهم أصحاب العمائم السوداء وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين إذا أردنا أن نجري مقارنة بين أخطر الدجالين من أصحاب العمائم السوداء ومن أصحاب العمائم البيضاء فإن أخطرهم من أصحاب العمائم السوداء في زماننا هذا وفي ما يأتي وما سبق من الأيام من هنا سيد العوصية يحذرنا من هؤلاء الدجالين من أصحاب العمائم السوداء هذا لا يعني أن أصحاب العمائم البيضاء ما هم بدجالين إنهم في الهوى سوا ولكن الناس تتبع أصحاب العمائم السوداء أكثر مما تتبع أصحاب العمائم البيضاء هذا هو الواقع العملي الموجود فيما بيننا ليس اليوم أمس واليوم وغدا وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين وفي الخطبة نفسها فإن الإمام يشخص لنا دجالا خطيرا لذلك ميزه بالذكر وتخرج راية من هذه الرايات المشتبهة وتخرج راية من ولد الحسين زعيمها من ولد الحسين من ولد فاطمة تظهر بالكوفة في النجف بدعامة أمي النواصب يدعمونها أية مرجعية في النجف تدعم من قبل علماء الوهابيين ومن قبل علماء الأزهر ومن قبل علماء السنة في العراق أية مرجعية أسأل طلاب الحوزة النجفية يعرفونها هناك مرجعية شاخصة معروفة تحظى بالدعم من علماء السنة في العراق ومن علماء الوهابيين في السعودية ودول الخليج ومن علماء الأزهر في مصر إنها المرجعية السيستانية والسيستاني حسيني لا أدري هل أن الرواية تنطبق عليه بدرجة مئة بالمئة أو أن السيستانية هنا انطبقت عليه الرواية عرضاً فهي تقصد شخصاً آخر لكن السيستانية حسيني وهو في النجف ورايته هي الراية الأكبر لذا ذكرها أمير المؤمنين وتخرج راية من ولد الحسيني تظهر بالكوفة بدعامة أمي علائق مرجعية السيستاني بالأزهر وبالوهابيين في السعودية والخليج وبعلماء السنة في العراق العلاقة وثيقة جداً 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 حتى ينقطع النفس والتواصل المادي والمعنوي فيما بينهم السيستاني هو الذي يواصلهم وليس هم الذين يواصلونه مادياً هو الذي يدفع لهم هذه المعلومات دقيقة 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 جداً وهناك الكثير من الحوزويين في حوزة النجف وكربلاء يعرفون هذه الحقائق هذا ما هو بأمر سري للغاية ليس مهماً هذا فهذه الرايات المشتبهة الرايات البترية وهؤلاء أصحاب العمائم السوداء إنهم الدجالون أصحاب العمائم السوداء مراجع هذه الرايات مراجع هذه المجموعات هذا كلام صادقي قرأته عليكم من الكاف الشريف وهذا كلام أمير المؤمنين قرأته عليكم من عوالم العلوم وكل ذلك مقتضب مختصر لأنني قد أطلت الحديث في بيان وشرح هذه الروايات إنما أريد أن أذكركم بمجموعة هذه المعطيات كي تعرفوا الواقع الشيعي العراقي وأن إمام زماننا يتوجه إلى واقع هذا هو حاله حتى لا تستغرب من أن أكثر القتل سيكون في العراق ومن أن أشد الحرب ستكون في العراق ومن أن أكثر الناس إجراما في مواجهة إمام زماننا سيكونون في العراق ومن الشيعة تحديدا ومن الشيعة من شيعة الجنوب والوسط إنني أتحدث عن الغالبية العظمى من شيعة العراق الذين سيحاربون إمام زماننا هؤلاء مراجع النجف وكربلاء إنني أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري والطبعة طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة رواية التقليد دائما أقرأ منها ودائما أذكرها لكم لعلها تكون محفزا يدفعكم أن تدقق النظر في دينكم وأن تدقق النظر في هؤلاء الذين تقدسونهم وهم أقذر من على وجه الأرض وأوسخ من على وجه البسيطة أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء الذين يصفهم إمامنا الصادق وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء ألعنوا وأضروا وأخبثوا وأقذروا من شمر ومن حرملة وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه وأصحابه وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون هؤلاء هؤلاء هم هم المراجع البتريون اللعناء وهؤلاء أتباعهم الهداية الهداية الكبرى للحسين بن حمدان المتوفى سنة 358 للهجرة وهذا الرجل نصيري لكن كتابه يشتمل على أحاديث أهل البيت أدخل في الكتاب جزءا من الثقافة النصيرية النجسة لكن أكثر الأحاديث أحاديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه الطبعة الكاملة لكتاب الهداية الكبرى للحسين بن حمدان بتحقيق مصطفى صبحي الخضر إنها طبعة الشركة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان في صفحة 574 إنه الحديث الثاني إمامنا الصادق يحدث المفضل بن عمر عن قتلة الحسين في أي زمان في زماننا هذا في آخر الزمان في زمان الغيبة الطويلة المفضل المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان في زمان فيزورون قبره ويتشافون لتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان لماذا جاء الإمام بهذا التعبير وهم قتلة الأنبياء في كل زمان يريد أن يعيدنا إلى القرآن المجموعة الأبرز في القرآن التي تحدث القرآن عنها بأنها قتلت الأنبياء وقتلت الأوصياء وقتلت أتباع الأنبياء والأوصياء من الصالحين إنهم بنوا إسرائيل وهذا يعيدنا إلى ما حدثتكم عنه من دين الأنبياء والأوصياء ودين الأحبار والحاخامات حيث أن اليهود حاربوا دين الأنبياء والأوصياء والتصقوا بدين الأحبار والحاخامات ولذا قتلوا الأنبياء وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان في زماننا هذا فآخر الزمان بدأ منذ سنة ولادة بقية الله الأعظم صلوات الله عليه منذ تلك السنة بدأ آخر الزمان إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان لماذا يقتلون الأنبياء في كل زمان لأنهم يدينون بدين العلماء بدين الفقهاء في كل قرن من القرون الماضية من قرون الغيبة الكبرى الشيعة يكونون قتلة الأنبياء لماذا لأنهم لا يدينون بدين محمد وآل محمد بدين الأنبياء والأوصية يدينون بدين أحبارهم وحاخاماتهم بدين المراجع بدين الطوسيين هذه الحقائق بين أيديكم لا تحتاج إلى كثير من التأمل والتعمل الأمور واضحة الواقع يشهد بهذه الحقائق إن الله ذكر قتلة الحسين في آخر الزمان فيزورون قبره ويتشافون بتربته وهم قتلة الأنبياء في كل زمان في كل زمان في زماننا هذا الشيعة الموجودون الآن هم قتلة الأنبياء لماذا؟ لأنهم قتلوا دين الأنبياء ودين الأوصياء قتلوا دين محمد وآل محمد الشيعة الآن يحاربون دين محمد وآل محمد وينصرون دين المراجع الذي هو دين الظنون ودين السقيفة بن ساعد إنه دين الطوسي الشافعي المعتزلي البتري المرجئي هذا هو دين الشيعة الآن ينصرونه ويحاربون دين العترة الطاهرة هؤلاء هم قتلت الأنبياء ما هي علاماتهم يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته بعد ذلك محمد ابن سنان ينقل لنا عن الإمام الرضا بخصوص هؤلاء الإمام هكذا يصفهم المنتحلة لولايتنا الذين يعتقدون بولايتنا وليسوا منا ادخلوا إلى الإنترنت كم من القنوات على اليوتيوب وكم من المواقع وكم وكم من الأنشطة الألكترونية على شبكة الإنترنت كم من الأنشطة التي يبذل كثير من الشيعة جهودا لأجل أن يحول سنيا إلى التشيع إلى التشيع المرجع هؤلاء لا يعلمون ماذا يفعلون إنهم ينقلونه ويحولونه من ضلال إلى ضلال أضل يعتقدون بأنفسهم أنهم شيعة مثل ما يقول إمامنا الرضا المنتحلة لولايتنا وليسوا منا فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين لعنة اللاعنين اللاعنون من بحسب القرآن هذا المصطلح ورد في القرآن ورد في القرآن هناك اللاعنون اللاعنون هذا عنوان خاص بمحمد وآل محمد هذا عنوان خاص بهم لعنة أنا ولعنتكم أنتم لا تؤثر شيئا لكن محمدا إذا لعن أحدا فإن لعنة محمد ستترك آثارها في اللحظة نفسها وهكذا إذا ما لعن علي أو لعنت فاطمة مثلما لعنت الأول والثاني اللاعنون هم محمد وآل محمد هذا المصطلح قرآني وهذا التفسير تفسير العترة الطاهرة هؤلاء هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا يدافعون عنا يعتقدون بحبنا ولكن ليسوا منا ليسوا على ديننا على دين المراجع والفقهاء الذين لا علاقة لهم بدين العترة الطاهرة الإمام يلعنهم ما هم هؤلاء المراجع أنفسهم عقائدهم ملعونة عند أئمتنا فهذا الطوسي يعتقد بأن النبي لا يحسن القراءة والكتاب المراجع الذين جاءوا من بعده يعتقدون بذلك وهذا الطبرسي في مجمع البيان يعتقد بذلك وهذا الخوعي يعتقد بذلك وهذا محمد باقر الصدر يعتقد بذلك وهذا السستاني يعتقد بذلك وهذا محمد الشيرازي يعتقد بذلك وهذا محمد حسين فضل الله يعتقد بذلك وهذا محمد جواد مغنية يعتقد بذلك هذه تفاسيرهم كتبهم وهذا اسحاق الفياض يعتقد بذلك وهذا محمد سعيد الحكيم يعتقد بذلك وهذا بشير النجفي يعتقد بذلك بقية المراجع من الأموات من المعاصرين من القادمين يعتقدون بذلك الأئمة يقولون من اعتقد بهذه العقيدة فهو كذاب ملعون لعنة الله عليهم ما هو كلامي الأئمة يلعنونه هم الذين يقولون لعنة الله عليهم ما هم هموا وأنتم أتباعه وأنتم أتباعه وهناك العقائد الكثيرة التي يعتقدونها وأنتم تعتقدونها الروايات تلعنها تلعنها وتصفها بأنها عقيدة كافرة وأنتم تعتقدون بها هؤلاء لا يعتقدون بالرجعة بالرجعة العظيمة والأئمة يقولون من أن الذين لا يعتقدون برجعتنا ليسوا منا ليسوا من محمد وآل محمد هؤلاء كافرون هؤلاء أنجاس هؤلاء ملعون هذا معنى ليسوا منا وهذا الكلام ينطبق على جميع هؤلاء الذين ذكرتهم وعلى غيرهم وكل هذا قد بيّنته في برامجي السابقة بالوثائق والحقائق والشواهد والأدلة والدقائق ومن كتبهم من كتبهم من كتبهم التي يعتمدونها ويأمرون الناس بالرجوع إليها ويفتخرون بها ويتباهون بها ولا زالوا يقدمونها للمطابع وهي متوفرة في المكتبات وجميع الشيعة يعتمدون عليها هؤلاء هم المنتحلة لولايتنا وليسوا منا فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين هذا الكلام خطير خطير يا أيها الشيعة ألا تجدون أن الحقائق هذه تنطبق تمام الانطباق على مراجع النجفي وكربلاء وعليكم أنتم الذين تقلدونهم وتتبعونهم أنا أأخذ من هذه الروايات موضع الشاهد لأنني قد قرأتها مرارا وكرارا وشرحتها وبينتها وفصلت القول فيها إنما في هذه الحلقة والحلقة القادمة التقطوا لقطات سريعة كي أرسم لكم الواقع الشيعية في العراق وفي المناطق المجاورة التي يتواجد فيها الشيعة في الزمن الذي يظهر فيه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه نذهب إلى فاصل إذن هناك الرايات المشتبهة التي لا يدرى أي من أي وهي رايات المراجع اللعناء الذين وصفهم إمامنا الصادق صلوات الله عليه بأنهم المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون الذين هم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه ومر هذا الكلام علينا إنهم الدجالون من أصحاب العمائم السوداء حذرنا أمير المؤمنين من الدجالين من ولد فاطمة إنهم أصحاب العمائم السوداء سادة الدجل وسادة الكذب والافتراء ليس في زماننا وإنما في الأزمنة الماضية وفي زماننا وفي ما يأتي في الزمن القادم هؤلاء هم الذين يتبعهم البتريون مثل ما قال عنهم إمامنا الرضا إنهم ينتحلون ولايتنا وليسوا منا ثم لعنهم بعد ذلك وتحدث عن لعنة الله عليهم وعن لعنة اللاعنين الذين هم محمد وآل محمد عن لعنة اللاعنين عليهم إنهم الذين يزورون قبر الحسين ويتشافون بتربته إنهم قتلت الأنبياء في كل زمان لماذا؟ لأنهم يحاربون دين الأنبياء والأوصياء ويلتصقون بدين الأحبار والحاخامات بدين المراجع والفقهاء إنني أتحدث عن المراجع والفقهاء الطوسيين البتريين اللعناء هذه الحقائق واضحة بين أيديكم نحن أمام مجموعة هي ألعن من جيش يزيد إنهم مراجع النجف وكربل ومع أتباع لهم الأئمة يلعنونهم مع أنهم يزورون الحسين ويتشافون بتربته وينتحلون ولاية أهل البيت الإمام الرضا يقول بأنهم ليسوا منا ليسوا على منهجنا هذا منهج بتري مرجئي قذر إمامنا الرضا يحدثنا وإنني أقرأ عليكم من عيون أخبار الرضا إنه الجزء الأول للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة وهذه طبعة مؤسسة شمس الضحى في صفحة السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الخامس من الباب الثامن والعشرين بسنده بسند الصدوق عن عبد السلام ابن صالح الهروي قال قلت لأبي الحسن الرضا صلوات الله عليه إنه إمامنا الثامن في سلسلة أئمتنا الاثني عشر وإمامنا العاشر في سلسلة أئمتنا 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 الأربعة عشر صلوات الله عليهم جميع عبد السلام فقال أئمتنا وإمامنا الثامن ومن رضي شيئاً كان كمن أتاه ولو أن رجلاً قتل بالمشرق فرضي بقتله رجل في المغرب لكان الراضي عند الله عز وجل شريك القاتل وإنما يقتلهم القائم عليه السلام إذا خرج لرضاهم بفعل آبائهم قال فقلت له بأي شيء يبدأ القائم حينما يخرج في مكة فقلت له بأي شيء يبدأ القائم عليه السلام منكم إذا قام قال الإمام الرضا يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم لأنهم سراق بيت الله عز وجل مر علينا هذا في أحداث مكة الكلام واضح وصريح من أن الإمام يقتل ذرار قتلة الحسين والمراد من ذرار قتلة الحسين ليس بالضرورة أن ينتسب إليهم انتسابا بالقرابة والرحم هذا التعبير يريد أن يبين لنا من أن المجموعات تشخص وفقا لعقيدة الولاية والبراءة ألا تسمعون الكثير من الوهابيين يمجدون بيزيد وما قام به من قتله للحسين ألا تسمعون بعض النواصب يصرح بأنه لو كان في كربلاء يوم عاشور لبادر إلى قتل الحسين قطعا هذا الذي يخرج على الإعلام يكون قليلا الذين يحملون نفس هذا الفكر ونفس هذا الاعتقاد كثيرون لكنهم لا يتكلمون يحملون هذه العقائدة بين جوانحهم هذا الكلام إذا كان مرتبطا بنواصب سقيفة بني ساعد أما إذا كان الكلام مرتبطا بنواصب سقيفة بني طوس فإن مراجع النجف وكربلاء ألعنوا من قتلة الحسين وألعنوا من نواصب سقيفة بني ساعد وأتباعهم أتباعهم يكونون بمثابة قتلة الحسين مثل ما مر علينا المراجع ألعنوا من قتلة الحسين وأتباعهم يكونون قتلة للحسين مرت علينا الرواية قبل قليل هنا الحديث عن نواصب سقيفة بني ساعدة تحدث عن ذرار لقتلة الحسين ولكن حينما كان الحديث عن مراجع النجف وكربلاء فإن الإمام الصادق وصفهم بأنهم أضروا من قتلة الحسين وأضروا من جيش يزيد على الحسين وأصحابه أضروا على الشيعة إنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه أما أتباعهم فهم قتلة الحسين الذين يزورون الحسين ويتشافون بتربته إنهم ينتحلون ولاية العترة لكنهم ليسوا من العترة يا كميل يا كميل هذا القانون العلوي الواضح وعلى هذا القانون وأمثاله بايعنا في بيعة الغدير يا كميل يا كميل لا تأخذ إلا عنا تكن منا هؤلاء لا يأخذون عن العترة الطاهرة أتحدث عن مراجع النجفي وكربلاء وعن أتباعهم الذين يأخذون عنهم يحبون أهل البيت ينتحلون مودتهم يزورون قبورهم يتشافون بتربة الحسين ولكنهم ليسوا على منهج العترة لا يأخذون عن العترة يأخذون عن غيرهم يأخذون عن مراجع النجفي الذين دينهم أخذوه عن نواصب سقيفة بني ساعد رسالة إمام زماننا إلى الشيعة واضحة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وهذا الكلام ينطبق بدرجة مئة بالمئة على مراجع النجفي وكربلاء وعلى مقلديهم وأتباعهم وعلى رايات الأحزاب المشتبهة التي لا يدرأ أي من أهي هذا هو الواقع الشيعي النجس القذر ماذا نقرأ في الكتاب الكريم في سورة البقرة في الآية الثالثة والتسعين بعد المئة بعد البسملة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فاتركوهم فلا عدوان إلا على الظالمين دققوا النظر معي في هذه الآية وعرفوا القرآن بأنه لا يفقه ولا يفهم إلا من خلال العترة الطاهرة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة هذا واضح الآية تأمر بقتال أعداء محمد وآل محمد وأن القتال يستمر حتى تنقطع فتنتهم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا إذا انتهوا عن ضلالهم فليتوقف قتالكم الكلام واضح إلى هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فإن القتال يتوقف ماذا جاء في آخر الآية فلا عدوان إلا على الظالمين الآية هنا تشرع الاعتداء على الظالمين ستتناقض الآية مع نفسها إذا أردنا أن نفهم الظالمين بنحو مطلق ما هم الذين يقاتلون هنا من الظالمين ولكن الآية قالت فإن انتهوا فتوقفوا لكنها تثبت هذا الأمر من أن الاعتداء يكون ابتدائيا وشديدا على الظالمين فهل على كل الظالمين إذا قلنا على كل الظالمين فإن التناقض سيقع في هذه الآية ومع آيات أخرى إذن من هم الظالمون هنا الظالمون هنا قتلت الحسين كامل الزيارات لابن قولوي وهذه طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران إنه الباب التاسع عشر الحديث السادس بسنده بسند ابن قولوي ابن قولوي توفي سنة 368 للهجر بسنده عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في قوله تبارك وتعالى لا عدوان إلا على الظالمين قال أولاد قتلت الحسين لا عدوان إلا على الظالمين هذا العدوان الذي سيكون مكثفا وشديدا وقاسيا هذا العدوان الوحيد في القرآن الذي شرعه القرآن يكون باتجاه أولاد قتلة الحسين هذا الكلام ينطبق على نواصب سقيفة بني ساعد ممن هم في هذا الاتجاه وينطبق كذلك على نواصب سقيفة بني طوس وهم ألعن وأوسخ وأقدر والروايات مرت علينا وهي شاهدة على ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين العدوان يشرع تشريعا ويكون بقسوة وشدة على هذا الصنف من الظالمين الذين هتكوا حرمة الله قتلوا الحسين أما مراجع النجف فإنهم هتكوا حرمة دم الحسين فإن دم الحسين سفكت في كربلاء لأجل دين العترة الطاهرة فيأتي الطوسي المشؤوم ويأتي من بعده هؤلاء الحثالات من مراجع حوزة النجف وكربلاء كي يدوس دين العترة بأحذيتهم ويؤسس دينا لا علاقة له بمحمد وآل محمد إنه دين الظنون ودين الاحتمالات والشكوك ودين التفاهات والسفاهات ودين الجهالات والحماقات إنه دين النجف وكربلاء وبعد ذلك يكذبون الكذبة العظمى ويقولون هذا دين محمد وآل محمد ويتراكض الديخيون من حميرهم من أتباعهم الحمير للدفاع عن هذا الدين الكذب ويحاربون في الوقت نفسه دين العترة الطاهرة يضحكون على أنفسهم بأنهم خدام للحسين أنتم قتلت الحسين هذا منطق العترة أنتم قتلت الحسين ما أنتم بخدام الحسين طبقوا هذه الروايات على أرض الواقع ألا تنطبق عليكم أدرك أنفسكم أدرك أنفسكم هذا هو واقع النجا قبل زمان الظهور الشريف أنني أقرأ من غيبة الطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المائتين بسنده بسند الطوسي عن عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه كأني بصاحب السفياني جاء الترديد من قبل الراوي لأن السفيانية سيرسل جيشا بقيادة قائد إلى النجف فجاء في الرواية كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني والصحيح من خلال الروايات الأخرى أنه صاحب السفياني كأني بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله ألف درهم فيثب الجار على جاره ويقول هذا منهم فيضرب عنقه ويأخذ ألف درهم هل هذا واقع شيعي؟ هذه النجف التي يتسيدها المراجع وتقطنها الشيعة من شيعة المراجع هذا هو حالها في الزمن القريب من ظهور إمام زماننا صاحب السفياني يجد الأمن والأمان في النجف وبعد ذلك يبحث عن شيعة علي يبحث عن الزهرائيين ما هؤلاء يدعون كذبا من أنهم من شيعة علي من المراجع ومن أتباعهم من قطان النجف لكن صاحب السفياني لا يريد هؤلاء فهؤلاء يبايعونه يبايعونه السفياني الروايات أخبرتنا بذلك إنه يبحث عن الذين ما هم على دين مراجع النجف وكربلا يبحث عن شيعة علي فهؤلاء ما هم بشيعة علي هؤلاء هم الذين يصدرون الفتاوى بأن ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في الصلوات الواجبة يبطل الصلاة ذكر علي يبطل الصلاة هل هذا كلام شيعة علي نحن الذين نقول إننا زهرائيون هكذا نعتقد بأن ذكر علي في الأذان واجب لأنه جزء أساسي في الأذان وهو أهم أجزاء الأذان أهم من الشهادة الأولى والثانية بحسب منطق القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وفي الإقامة كذلك فذكر علي أهم من شهادة التوحيد وشهادة النبوة بحسب منطق القرآن وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فإن التوحيد والنبوة فإن التوحيد والنبوة والقرآن وكل حقائق الدين كل ذلك يساوي صفرا من دون ولاية علي ذكر علي في التشهد الوسط والأخير من الصلوات الواجبة واجب قطعا وهو سر طهارة صلاتنا وهو سر قبولها وذكر علي أوجب من ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وآله بحسب منطق القرآن الله هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا منطق شيعة علي صاحب السفياني يبحث عن هؤلاء وهذا الذي يثب على جاره هذا من مقلدي المراجع الذين يعتقدون بأن ذكر علي في الصلاة يبطل الصلاة علي هو الميزان دائما يفصل بين الحق والباطل ولذلك فإن اسمه المختص به الفاروق الأعظم هذه تسمية عمر بالفاروق هذه سرقة من اسم علي الفاروق الأعظم الذي يفرق بين الحق والباطل وفي جميع مستويات الحق وفي جميع مستويات الباطل وهذا هنا حق وباطل هنا قولان مختلفان قول يجعل الصلاة باطلة بذكر علي وقول يجد أن ذكر علي هو سر قبولها وهو سر صحتها وهو سر طهارتها وذكر علي أولى من ذكر الله وذكر محمد صلى الله عليه وآله بحسب القرآن الله هو الذي يقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو منطق القرآن فرقوا بين هذين القولين الحق مع من الفاروق الأعظم علي هو الذي سيفرق بين هذين القولين الصورة واضحة الصورة واضحة هذا هو حال النجف ألا لعنة الله على النجف أتحدث عن نجف البتريين وصلوات وسلام وتحيات عطرات على نجف علي هناك نجفان هناك نجف الطهارة والإخلاص والدين الحقيقي نجف علي وهناك نجف القذارة والنجاسة والضلال والبترية الوسخة نجف المراجع نجف الحوزة نجف العمائم السوداء والبيضاء نجف الدجالين من ولد فاطمة هذه هي الثقافة الزهرائية وهذا هو واقع العراقي وواقع شيعة العراقي في الزمن الذي يقبل فيه إمام زماننا إلى العراق وقت الحلقة انتهى بقية الحديث تأتينا غدا نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي بتريون هم أعني مراجع النجف وكربلاء طوسيون هم بتريون هم والهوى بتري لعين قذر نجس وهذا هو الفارق بين الثقافة الزهرائية والثقافة البترية أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر